فالله جل جلاله أرسل الرسل وأنزل الكتب وقام سوق الجنة ودعوة الأنبياء قاطبة عندما نقرأ كتاب الله جل جلاله هي أعبد الله ما لكم من إله غيره والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل جلاله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة والله جل جلاله يقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فهذه الآية العظيمة وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عندما نقرأ هذه الآية ونعرف أن الغاية من إيجادنا بعد العدم هي عبادة الله جل جلاله هي توحيد الله جل جلاله وهذه العبادة العظيمة هي وظيفتنا في هذه الدنيا فالله جل جلاله تفضل علينا بهذا الخلق لنعبده وحده لا نشرك به شيئا وكل ما ترى في كتاب الله جل جلاله كلمة العبادة فهي تعني توحيد الله جل جلاله لا نعبد إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه ولا نصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لمستحقها وهو الله جل جلاله والعبادة يا عباد الله هي الذل والخضوع للرب سبحانه وبحمده كما قيل طريق معبد أي مذلل وفي تعريفها الإصطلاحي الشرعي فمن أفضل ما عرف العبادة هو شيخ الإسلام وعلم الأئمة الأعلام البحر الحبر الفهامة أحمد بن عبد السلام الحراني حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهذه العبادة لا يجوز صرفها إلا لمستحقها وهو الله جل جلاله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة أكثر من ثلاث عشر سنة يدعو إلى هذه العبادة ولذلك الجلس عشر سنوات لا يقول لكفار قريش إلا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وهذا دلالة واضحة على أن العبادة أمرها عظيم والله جل جلاله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة حتى نحقق هذا التوحيد هذا الخير العظيم ترجمة نانسي قنقر